موسيقى حدوتة مصرية من الإبداع حدوتة على مدار سنوات كتيرة جدا لما الأعمال الإبداعية ظهرت على الشاشة اتأثر ضيفي لأنه هو اللي صنع كل هذا الإبداع هو اللي بيحط البزرة الأولى كي تخرج هذه الأعمال الفنية للنور بصماته موجودة في كل خطوة الأغنية اللي بتسمعها هو اللي اخترها هو اللي جاب الملحن هو اللي نقل كلمات من وينت صغير هتلاقي الأعمال الدرامية والسينمائية اللي ساهم في صنعها جزء من تركبتك روحت السينما عشان تتفرج على فيلم من أفلامه وكنت بتوعه تتفرج على المسلسل واتبعه باختصار حدوتة مصرية جميلة معايا النهاردة ضيفي الكاتب والمنتج الكبير الأستاذ جمال أستاذ جمال أهلا وسلم يا أستاذ خليط ما تحرنش من حضرتك وعاد تقديمك جميلة والناس القايمين على البرنامج ده دلع شديد أهو بس فين يسرى يعني يسرى جايه ليها مساحة كبيرة أهو في البرنامج ربنا يخليك يعني عودا حميدا ربنا يخليك وإضافة للاعلام المصري بشكل عام بتخرج شوية خارج السيرب عندك صوت أعلى شوية فده عجبني جدا ومتوافق ومتصق مع المرحلة اللي اعنا فيه شكور يا أستاذ جمال ربنا يخليك أنا كنت بتكلم مع زمايلي قبل الحلقة بيقولولي هتسأل جمال العادل في ايه هم معرفوش العلاقة الإنسانية اللي بنت اللي انت عايزة لكن أنا عايزة ابتدي من زمان شوية عايزة ابتدي من شبرة جدا الأسرة الوالد والوالدة والإخوات كان شكل التركيبة الأسرية شبرة بتاعتنا مش شبرة دلوقتي شبرة بتاعتنا شبرة بتاعتنا عنا جناها في أولي الستينات ومشينا من أولي التمانينات شبرة بتاعتنا يعني الطبقة الوسطى وفوق المتوسطة شبرة بتاعتنا يعني كل الناس شبع بعض شبرة بتاعتنا يعني كلنا بنروح للبقال ما فيه السهر ماركت فالبقال عارفك وعارفها وانت شائي واخوكي الكبير كذا وانت ولاد توفيق العدل وانت عارفنا واعنا عارفينه في حميمية كانوا من عائلتنا شبرة بتاعتنا كلنا بنفصل عند نفس التارز الأنصان تقريبا وعند نفس راجل بتاع البنطلونات تقريبا شبرة بنروح السينما الحي السينما اللي بنروحها كله أسبوع شبرة بتاعتنا ما كانش فيها مسلم ممسيحي كانت العمارة بتبقى مثلا عشر شواء نص ولا عمرنا فكرنا أصلا من مسلم ومعالجات في دناغنا هلا في الأيام العجيبة دي شبرة بتاعتنا كنا عارفين كل كانها عيلا واحدة يعني انت ماشي يعني ما نسلمش على بعض بس عارف انت فلان واخوك فلان كل الناس عارفة بعض وممكن نقولك ده زعلان شاء يعني كل الناس كانها أسرة كبيرة وغير دلوقتي بقى اللي شبرة بقى انت داخل تشتري العمارة وابتدي تفخر اقول لك انا سكن بالغير بقى ما عارفش من سكن جنبك ليه يا راجل انت فالشبرة بتاعتنا كانت شبرة بجد شبه مصر الأصيلة جدا طب العيلة بقى يعني العيلة الوالد والوالدة والإخوات الوالد مستقف كبير طلعه أمره في تعدل الشراكي واللجنة المركزية وكذا وبالتالي كان عندنا مكتبة كبيرة جدا طول الوقت رمز العدل خريج علوم ومعهد فنومة صرحية سامي شرحه وكذا فحنا طول الوقت عندنا في البيت كتب بنقراء ومجلات فنية وكتب بنتا دولة يعني انت خلاص الكتابة ناخده أراه متعة ياخده أراه وبالتالي الوالد أصلا كان مفاتح جدا على الفنون وحببنا فيه وكما ودينا مسارح منوعة صغيرين ثم سامي لأنه الأكبر ورمزي فكنا عادي برونا نتفرج علوم في المسارح لأ هبتديها يعني سامي ورمزي اللي بدأ الحكاية سامي سامي اللي بدأ الحكاية جات إزاي؟ جات إنه هو محب للتمثيل فابتدأ يمثل في المدرسة وعمله مسارحية أخر السنة بروح نتفرج عليا في المدرسة؟ في المدرسة كنتوا كأخوات تروح وتفرجوا عليا طبعا وكان كل مدرسة فيها مسرح وملاعب لبوزي من إحنا سكننا في شبرة إن إحنا كنا مثلا في ابتداء وعدادي وسنوي المدارس دي حوالينا مفيش مئة متر يعني سكننا هناك لأننا جامل منصورة أصلا يعني جامل منصورة فشبرة لأ فيها كل حاجة مسرح المدرسة مسرح المدرسة ومسرحها مهمة وياخد جلاليب بالوالد وماش عارف إمن البيت وراديو عشان اكسيسوار طلبة هواب وإنت تأخد إنت كمان فبنروح كل سنة هتفرج عليه يوم 23 يوليو يوم عادي الصورة يعملوا عرض الروح نتفرج عليه الوالد يروح معاك والأسرة كلها جدا وإنت كل المشتركين واللي في المدرسة بشكل عام فحنا كنا صغارين كده بنروح معاه فإحنا جزء من تركيبة ثقافتنا المسرح والسينما مسرح المدرسة طبعا مع عظيم احترامي طبعا في الستينات كان هناك كتاب بقى عظامات زي نوع من عاشور فكان ده الجو الثقافي ده كان موجود طول الوقت في كل البيوت اللي أنا بحكيه علينا هو في البيت اللي قدامنا واللي ورانا يعني زي ده شايف الفن إنما كل الناس شبه بقى طيب تدرج الأمر فنيا بقى في الأسرة إزاي؟ إن سامي بدأ يفتح شركة إنتاج سنة 83 وتمانين اسمها العدل فيلم وإحنا معاه كنا خلصنا بكلنا جامعات وكده ثم انبسق منها العدل جروب يعني العدل فيلم ده عمز شهات أفلام كوزا جدا وخاديت جوايز ومراجعنا القارة السينمية الدولي ثم بتدينا نعمل العدل جروب تاني بقى اللي عملت صعيدي وهمام ومافيا وكذا ثم حصل تغيره في السوق ممكن بقى نتكلم عليه يخص التوزيل هو على فكرة السوق بتاعنا طول الوقت فيه متغيرات فعملنا دراما فعملنا العدل جروب مالتي ميديا لشان كنا من بنكتر وأولادنا معانا فعملنا شركة تالتة اسمها العدل جروب مالتي ميديا اللي عملت مثلا إيجي خمسين ستين مسلسل مثلا من المسلسلات الحمد لله المهمة وعايز أقول لك هم ما جئنا نعمل حديث صمام المسلسل انت جبته ده كان أول انتاج درامي وحنا كنا متميزين أول الحمد لله في السينما وعملين أراضات مزالات الغدلات بتحقق أعلى أراضات في تاريخ السينما فحبيني أنا تميز فروحنا الأصعب مسلسل عملنا عشان نقولي السوق المصري والعربي ان احنا هنختلف كانت بدايتكو في العمال الدرامية حديث صباح والمساء وعمل تقيل وضغط بالضبط كيف فقلت للناس هننجح حتى في هذه الأعمال انا اختلف انا بندور طول الوقت على الاختلاف والتميز على قد ما نقطر بتكويننا بقى وتركيبتنا لحد كبير ربنا بيوفانا في اللي احنا بنعمله وكملنا بقى ولادنا دلوقتي ورانا برضو لا يعني تاريخ طويل جدا 40 سنة ومتراقم 40 سنة طيب لما بتوعى تتنائلش مع الأجيال الجديدة من العدل يا ترى نوعية النقاش بتبقى ازاي هم طبعا هم اللي عملين لنا تجديد للدم انا عايز اقولك ان ماندو وأحمد ولادي ولاد متحة آية ولاد مانا لغتي معانا برضو في الشركة ولاد محمد العدل ريمو الكريم اللي خريج مع السينما والستايلست المهمة واللكاتب والعندي انا تنوع وبالتالي اه احنا جيل منفتع وكل عجب بس اكيد ما مفكرش زيهم هم فممكن جدا منضبني يقول لي فكرة وبنت متعة تقول لي فكرة وبنت منال تقول نعملها فيل او نعملها مسلسل او يورونا حاجة لسه و لو اختلفتوا رأي مين اللي بيمشي احنا طبعا او انا اعني بقى خلاصة الوقت انا اللي بدير فانا عشان ما عن يعني اذا اقناعتيني بشي ليه ما اعملوش بس لو ما اقتنعتش انا اما تعمل انت تنتج لنفسك اعمل اللي يجبك انا دلوقتي ده ينتج انا لما سألتك على شبرة كان قصد يسألك على مصر في تطورها اه شفت ازاي انت عصرت الستينات السبعينات تمانينات تسعينات الالسوليات كله رأسات الجمهورية اه الى حتى الان قل انت وفرت عليها الطريق اه شفتهم ازاي يعني شفت حقبة عبد النصر ازاي ثم السادات ثم مبارك ثم رئيس السيس يعني عشان نحكم داروا نقول هو جاي منين يعني عبد النصر جاي شاب صغير قايم بصورة مع زملائه اه طبعا الاقتصاد المصري كان كويس جدا قبل ما هم ما ييجوا الجنيه المصري كان عسى من الجنيه السرليني والجنيه الداب اه كانت مصر يعني في الوقت ده مهمة جدا فوق اوروبا مش حتى في الوطن العربي اللي حوالينا كنا احنا في منطقة بعيد او عن بيتي اقررنا واللي حوالينا كانت اغلب الشعوب دي لسه مستقلتش وهكذا له ما له وعليه ما عليه عبد النصر عمل عاجات جميلة جدا كازا عمل مصر عمل مصنع في كفر الدوار وفي حلوان وفي المحلة وعمل حديثه الصلب بس كمان بالنسبة لي انا عمل حاجات اخطاء وبيخة جدا بالنسبة لي اه ماشا حرب 67 اه مثلا الاجارات الغدية بنعاني منها تفتيت الارض الزراعية التأميم باغلب انواعه للشركات اللي ملاش اي معنى طبعا عمل حاجات حلو عاجاته واش السادات جي بعد ايه بعد حرب ومهزومين طبعا هو اللي عمل برضو حرب الاستنزافة وحسب له الرئيس عبد الناصر اللي هو الثلاثين من بعد 67 اللي هو الغد السبعين ثم جي السادة طبعا جيه من جاي في غضاء غير خالص اللي قابله انه ما قدر يعمل الحرب الثلاثة والسبعين كمل على اللي عمله عبد الناصر وابتدنا نطلع لغاية الامة مش هنا كم سنة وعمل الانفتاح بمالاوة معاليه ثم مات ثم جي الرئيس مبارك جي منين برضو جي من بلد برضو تعبانة هو عمل اول عشر سنين كويسين جدا ثم للوقت الطويل اللي عاده انا بشوف وجهة نظر انا يعني يعني هو يعني اذا حد فيكم فاكر اللي ما كانت تسمى بالليه ما نزوده التعريفة فالناس كسروا الدينة في الشوارع اللي هو سمى السادات انتفاطة الحرمية هي انا لو رأيي انا لو كانوا بقى غلوا كانوا بقى التعريفة كانوا بقى التعريفة زاد تعريفة ده لو كان حصل كان الرئيس دلوقتي ارتاح جدا لما هم اجلوا كل شيء كل شيء كل شيء اعد تلاتين سنة بياخد من فلوس الصحة ومن فلوس التعليم طبعا له انجازات وكل حاجة برضو بس دي انا بشوف انا من وجهة نظري انه يعني كان مش عايز ياخد اي خطوة جريئة في اي موضوع فالغاية لما كانت بعد لما كانت جامعة القهيرة مثلا من أم الجامعات اللي موجودة في العالم بقى اترقم بقى اينا زي موريتانيا تعليم خدم مخصصاته من الصحة الاصر اللي عيني وكذا يعني فجي الرئيس السيسي خاد من الوضع ده بل خد عوحش منه بعد صورتين فلسه بابي قوم تاني لو كد اكينك انت مستدين فلوس من كتير وعليك انت تسددها جدك خدها وابوك وانت لعليك تسدد فطبعا عشان تعمل ارض زرعة من اولو جديد مدن جديدة في المنصورة وضميات وفرس البر وكذا تعمل طرق منعرة بتعملها من طبعا ده حاجات مع الوضع في الاعتبار ان احنا في منطقة يعني فيها مخاطر كتيرة جدا دلوقتي يعني انت لسه كنت بتاعك في الانترو بتاعك على السودان ده حاجة في منتال يعني منتال علينا ملتهبة من اول غزة ربنا عينهم للسودان ليبيا ليمن الجو ده كله عشان كده احنا بمناسبة ببارك لوريس سيسو ببارك لشعب العربية كلها لان اعنا ده توقيت مع عظيم احترام لبقية المرشحين محتاجين حد بالحجم ده لان حوالينا حاجة صعبة جدا وطبعا يعني يعني محتاج قيادة بالشكل ده فهو جاي من جاي منين هو ده اللي نعكم به وصلنا فيه هو ده الموضوع طيب لو سألتك عن الابداع وحرية الابداع في هذه العصور انا بنرأي انا كان احسن وقت ايام حسن بارك كان احسن وقت ايام عبد النصر طبعا ما كانش في حاجة كده وانما وستادت يعني شوية انما احسن وقت كان ايام حسن بارك مقرنة تب النهارده مقرنة تب النهارده وده له سبق من وجهة نظر انا ان اللي كان فيه سيولة امنية وبتاع بعد الثورات والبتاع ف يعني احكمه القبضة شوية عشان الدنيا بس انا رأي بقى ان اما يعني خلاص كفاة جدا عشان انا سمع بتتكلم عن الرقابة لا مفروض ان صناعة الابداع دي صناعة مهمة جدا لا يمكن تحصل لو انا مكتبك او مكبلك اطلق لراسك العنان انا هطلع فاصل وارجع لازم تشرح لي يعني ايه مبدع مصري يقف ابداعه عند لجنة حكومية يعني لماذا لا تكون لجنة من المبدعين يعني ليه نجيب مع كامل احترامنا وتقدرنا ليهم يعني لكن ليه نجيب ناس مش من اهل المهنة عملا ممكن يكونوا اكاديميين لكن عملا ليسوا من اهل المهنة والى اي حد تقف سلطة الرقيب والى اي حد تقف حرية المبدع ده امر اعتقد انه في غاية الامنية ومحتاج اسمع رأي حضرتك فيه هنطلع فاصل وبعد الفاصل استكمل حواري الشيق مع ضيفي المنتج الكبير جمال العدل بدعود لحضراتكم مرة اخرى بجدد الترحيب بضيفي المنتج الكبير للاستاذ جمال العدل استاذ جمال بنتحدث عن ان الابداع في مصر يقف عنده الرقيب وفي الفاصل حيكتلي دي قضية اكبر من انت تتخيل بتشوفها ازاي القضية بتشوف ان الابداع ده صناعة جزء منه الرقابة جزء منه الرقابة طبعا جزء منه الرقابة انما الابداع ده موجود الحمد لله وشكر الله يعني باجيال متورصة في مصر صناعة الابداع بكل اشكالها وانواعها موجودة في مصر جزء منه ازاي تطلع لابداع ده الرقيب دي اخر مرحلة انما عشان نوصل لغاية الرقيب مفروض انا بشوف ان الدولة مفروض تقدم لنا تسهيلات كتير وتعمل فلوس كتير احنا اهم حاجة احنا بنعمل الصناعة اشرح للناس ما عليش انعاسب لا بالعكس انا بنصنع شيء منتج وليكن اي فيل ده بتتبع مرة واثنين بتصدر مرة واثنين وثلاثة وتتصدر لمدة مئة سنة غير اي صناعة اخرى التلاجة بتتبع مرة وخلصنا تصدرت في بلد ان ده بتطلع كل يوم افلام بتتبع كل صناعة احنا لحسن نامت ديان ضرايب وعودة نقد اجنبي ده مشروع ممتد طول العمر وعندك انت عندك يعني عندك عائلات كاملة زي زنيت بتاعت مثلا اضاءة عائلات مثلا زي خوري بتوع انتاج عائلات زي سيل عادل بتوع انت عائلات كاملة هي على فكرة family business وبالتالي مجنب الجزيرة عندها مثلا شعب كبير وكل عاجة هو بس بندك وقدمها مثلا منتوك كم حاجة في السنة صناعة الابداع اساسها موجودة الحمد لله في مصر عشان نحافظ عليها لابد ان الدولة تقدم لنا تسئلات كتيرة وتبقى الناس مدركة ان احنا بنعمل حاجة مهمة جدا بالداخل داخل البلد زي مثلا زي اي صناعة احنا ام من اي صناعة قولي اصناعة العربيات مثلا بتبيع عربية وخلص وخلص لما انت بتعمل ان ارده فيلم بتبيعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ده مديا طب ادابية انت اقسوا ليه منه تما تخلينا نقولي ان عبد الناصر كان من اهم الناس اللي دعمته الاعلام والافلام مش كده برضه يعني ده لما تقول زي بقى فيه للدولة تقولي احنا موجودين توجهما ان اعنا عايزين مثلا ندعم السودان بدل ما اقولك في مية خطب ادها من السودان انا اعمل غنوة او فيلم صحيح اه وقت لايه بسوق كده طب خلينا نفتح الصفحة بجد وبصراحتك المعهودة الرقابة الحالية الرقابة على المصنفات الفنية بتسموها كيه صح؟ اه طيب انا جبت السيناريو وحوار وقصة بروح رايح للرقيب بيبقى شكلها ايه الاعداد ولا حاجة بتبعت النص بتاعك بيرجعوه لك كويس او وحش كويس هي سهلة كيه كويس او وحش اه اه يعني لك موافقين عليها ومش موافقين هو فيه محازين رقابية كلين عارفين حاجة تخص الدين حاجة تخص الجنس حاجة تخص السياسة ثلاثة حاجات دولار فكل واحد فينا عارف ايه اللي مشموع يعني الثلاثة حاجة جن ما جيش تحيتهم بالابداع هاي لا 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 يا مثلا ما تبقاش بتعمل مسلسل وفيه مثلا اه الفاص جرحة او مشاية جرحة مفهوم بس انا عايز اناقش قضية الجنس او قضية الشزوز او لا ايه اللي لا ما هو ده بقى ممنوع دلوقتي ما انا بولك كان وافرض ان انا عايز اعالج الاجيال اللي جاية من هذه القضاء صديق العزيز فريد شاو عمل فيلم اسمو طريدي الفردوس واحد دخل مات جمي النار مرضاتش تاخده الجنة مرضاتش تاخده سنة كزا وخمسين ده لا يمكن يحصل دلوقتي لا يمكن ده يحصل دلوقتي مش دلوقتي بقى دلوقتي ومقالنا شويتين تلاتين معلش اعيد نقطة تانية انا النهار ده كمبدع ككاتب انا متحة العدل انا واحد بفكر شفت ان المجتمع حوالي في العالم كله فيه قضية زي المخدرات وتنوع وتطور فعملت داحت السيطار انا فعملت مساعد داحت السيطار وجيت عايزة وصل المشهد موجع جدا او فيه تطور في الالفاظ في مسألة زي الشباب بيكلموا بعض بنقل الواقع انا كده اقف عند الرقابة لا لا بس بقى ممكن بالموضوع نفسا مع بعضو مش متاح دلوقتي مش هازين يعملوه تياخد وقت طويل جدا لدرجة انت تزق من حياتك يعني ممكن لما فيه معوقات وعرقيل تخليك تقوله انا ايه اللي خليه نروع في الهتة دي ينهر بيض ما نعمل المسلسل واحد جاوز واحد يخليه في ولاده خلاص ونموت الابداع في مصر او او انا انا لو تسألنا انا يا ريت ما بقاش فيه انا بنامي الحرط اليهود يعني انا عدنا مع سيادة الرئيس مثلا بيكلم على ان التعليم في مصر نهار فعملنا بين الصرايات او ان احنا لما الصورة لما الاخوان المسلمين يمسكوا الحكم عملنا الداعية يحاربهم وهم في الحكم صحيح كويس ان احنا مثلا من الكلام على تقبل للاخر فعملنا حرط اليهود متعة العدل ومندو العدل وانا عملنا هو ده المطلوب على فكرة من شغلانتنا طبعا ان احنا نوجي نظر الناس بيسمونا لها يا سيدس خالد القوى النعمة كي نتسلل الى الناس بالله انا عايزين يقوله من غير ما نعمل رسالة مباشرة صحيح انتو اقوى من الحكومات في توصيل الرسالة عشان كده بيسمونا القوى النعمة عن نحنا بتتسلل كده الى الموجدان المتفرج احنا عايزين نوصله طب انا مش هقدر اسيم النقطة دي معلش اريد اعطى امرك لو انا مش هلاقي على جمال العدل يتكلم او يعني الناس اللي هتكلم بصراحة في قضية لو عايزين نحل طوي في نقطة انا مكنش متخيل حجم النوضوع ولا حجم القضية الحقيقة في نقطة الرقابة ما هو مطلوب من الدولة سواء تشريع سواء تقنين سواء اعادة هيكلة هذه الجهة سواء اعادة تشكيلها من حيث القوى الفنية اللي فيها ايه المطلوب بالضبط انهم اجيبوا ناس طبعا مع عزيمة ترامل خلد عبد الجليل وراجل انا محترم كل حاجة بس الاردارات اللي هو خدأ او الاوامر او المحاذير تفك شوية عن كده كلنا عارفين مفروض نقدم ايو ما نقدمش بدليل ان انا ما عملنا فتن امل حربي كانت حاجة تخص الدين والاحديث الرسول والسلام وكذا جبنا دكتور من لازر كان موجود معانا مراجع المسلسل شط شط وجبنا ثلاث محامين كبار مسكين القانون اذا احنا مش جاهل عشان ما نعمل مسلسل يخص اي حاجة منباش مهيئين روحنا معايا كده بيه وبالتالي كلنا عارفين الالتزامات انت بتتفاجئ بيه انه قولك لا استنى بقى هنا يعني زي لا انا كتبت وابدعت يقولك تب نوديلي الازهر جهة تب نوديلي الرقابة تب نوديلي لا واحدة واحدة كده كلام كبير او ما هو ده اللي بيجرى بيه انت يعني انا انا الرقابة تستطيع انها تذهب الى الازهر طب ليه لا تذهب الى الكنيسة لو كان في حاجة جازل الكنيسة الله اعلى ما ادروها برضو في الدين المسيحي تذهب الى الكنيسة اه اه فهنا الحكم على الاداع يأتي من الازهر يواق الازهر وقف دي انسى بقى الموافع دي يعني عبال ما يجرى بقى ونروح ونيجي بتاع نكون ولادنا كبر وتبقى الدنيا خلاص مفيش موجود اصلا ده بس هو موجود يا لو وصلنا انه قولك روح للازهر اخد لك سنية معلش استاذ جماعي نعم يا بيه انا معاك انا النهاردة بعمل انا جبت الليه الدكتور سعد الهلالي لانه منكبره علماء الازهر فانا جبته حماية الليه من انه قوله الليه يروح لازهر ما اللازهر معايا هو الراجل ما راجع النص شط شط وكلمة كلمة وحديث حديث وكل حاجة تبقى مظبوط مش كل ناس جايز تخطر في بقى لانه يعملوا الديفنس اللي انا عملته انا بتكلم من حيث المبدأ اتفضل نص ابداعي يعالج عملا بطريقة معينة تمام ولا يتطلق الى الحديث والحاجات دي لكن يقترب من الدين يقترب من الدين تمام هل اللجنة اللي هي برئاسة خرد عبدالجليل تفتي في الامر ولا لازم حتما يروح لجاه دينية لا لا هو شاف انه لغاية كده يعني الدينية تمام فاختبنا من المنفقى حديث وتعجز تطلع غلط او تطلع مندسة او تطلع مش صحيحة او تطلع كده لك واتديه للوضع فتقعد بقى انضفل زر تشوف ايه الوضع عشان كده بقى جبت الراجل مشكورا كان معايا مراجع ديني للعكاية طب لو عايز اعمل سياسة برضو نفس الوضع اروح للجاهة السياسية لا هو بقى اللي بيروح هو يشوف مثلا يسأل في امن الدولة يسأل في اي مكان ده مظبوط ولا لا دا اتعمل هم عندهم حزيرة منعرفات اي يعني لو عملت بقى قصة عن الاطباء ولا المحامين ما روحش لنقابة المحامين برضو هنعيش بقى كده يعني مع الفكرة ده اللي وصلنا دلوقت يبقى يتطلع سجانة في سجن النسا انها مرتشية رفع لنا قضي رغم ان احنا يعني مع عظيم احترام اليوم اكيد فيهم وفيك كل المهم في الزب تطلع مدرس دلوقتي يرفع عليك قضي تطلع محامي يرفع عليك قضي او مال الابداع فين او مال انقل هموم المجتمع ازاي يا بيما هو الدولة مفروض اللي تحمين احنا من دول انا بقى هنا فجأة بيترفع علينا قضي في اي موضوع حتى مثلا لو عملنا سيج جريمة قتل تشبئ جريمة قتل حصرت لايه اه للدورة رفعنا عليك قضي معلش انا كل سنة هو انا لما طلع يعني نموذك فاسد في المجتمع كويس هي دي مش حقيقة هو انا اللي بدعتها لا يا عام ده احنا كان عندنا خمس رؤساء الجمهوريات اللي هو اقل المهن عددا اتنين منهم دخلوا السجن ما قلناش لا واحنا كنا بنعمل قضي ترى يا عام كان فيه وزير عادة هو ما فيه وزير في السجن دلوقتي وفيه محافظين وفيه قضاء احترامنا للجميع يعني وفيه اطباء ومحامين ومموثلين فيه كل الفات ياريت دايبا موجود هو جاهز مثلا جاهز ايد مرتعشة حانا بقى لما طلع المثال ده اعاقب لا ما تعاقبش هتتعرقل مش هتعاقب يعني مش هقولك يعني جاهز يقولك شيل او جاهز يقولك طب بعدين لسه اللجنة بيشو لسه مسؤول الناس ليشيل لكن ممكن يجي على النص كاملا وانت بعد ما كتبته وعملت كل حاجة انت بتقدم ايه القصة ولا السيناريو ولا الحوار لا السيناريو والحوار بيتقرأ السيناريو والحوار اه اه كلمة كلمة يعني الفيلم او المسلسل اه بيتقرأ كلمة كلمة طيب انا ما عندش مانع على الفقر انه يتقرأ كلمة كلمة برضو هو يقولك مثلا كل ده ملغي اذا فكرة ولا يقولك المشهدين دول احذفهم على حسب ممكن المشهدين دول احذفهم او كذا يعني مثلا فيلم محمد رمضان قالك بيها العضاء كذا 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 وده هيملوكم مشكلة مع الاطباء لا ده واقع موجود وفيه ناس بتعمل كده فكان راجل متفتح كده ناخد عبدالجليل وسبو ممكن رقيب غيره ما يرضاش طب وزا اختلفته فيه بقى راجل اللي ترقاب عاليا ونوع ده يعني الاجواء اللي هي لا تمت برضو اللي بدعها بالصلة انا رأيي ان المحاذير كلنا عارفنا كل المبدعين المصريين عارفين اللي غاية فيه ان تتكلم والغاية فيه ان تزكت والغاية فيه ان تخش في الموضوع ده والغاية فيما تخش سيبونا عشان نقدر لانت ما بتجيب كاتب بتقول له تعالى اكتب بس ما تذكرش المحامين ما تجيبش سيرة وزير ما تقولش ان مش عارف واحد حصل له ايه لا يبقى زي ما انت قلت اتنين بيحبوا بعض ويموتوا في الاخر ارتفاع هتلاقي يعني انت بتكلبشه فطول الوقت عايز يوم غصب عنه محوض فتلاقي الحكاية لا ومفروض ان تسيب الراجل اللي يكتب طالما هو فاهم كواس هو مفروض يكتب السيد جمال اللقاءات اللي زينا دي يسمعها مسؤولين كبار في الدولة لازم من تغيير لازم من خطوات مكتوبة حقيقية انا بكرة هعمل حلقة بخصوة الموضوع واجب حريكة عالتليفون تاني لانه واضح ان انتو بتوعانوا من ازمة كبيرة وفي حرك برضو حاس ان في حرك في الحكاية ان انتو تطرحوها مش شوية مش هانا حوالينا بلاد وصناع ابداع احنا ما زلنا اهم صناع للي بدأ اللي عندنا تس مصر اللي مش وجود اغير عندنا برضو صناعة البلاد دي محتاجة فلوس ومحتاجة ناس اللي هم المبدأين المصريين سواب على مستوى الرسم الكتابة المؤلفين المخرجين كل المزيكة بالرقابة بره دي بتبقى شكلها ازاي لا ماش كده حتى في الدول العربية اه يعني خليني نتكلم عن البلاد المغرب العربي متفوقين سنمائي فيه فيلم عاملو اه الله ما صالنا بحفت كلك الناس مدعم مونة زاكي مصر المكة بالعكس وافو عليه في السعودية مفوش عليه في مصر اه والله تاني فيلم عاملو اني خليفة ومونة زاكي موفوش عليه هنا وافو عليه في السعودية كما علمت يعني اعتقد ان المعلومة مزبوطة ليه معرفش واكيد هو عنده المحاذير اللي تمنعه اللي بصنع الفيلم زياني فاهم كويس روح فين طب شيل طب نصور واك كاسا لا بس دي كارسة انا متأكد انها كارسة يعني احنا مجتمع معروفة انه يعني منتبع منتبع طبعا 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 وبالتالي الان لو المبدع لقى ان بلده مش قبل لهذا الابداع سيذهب اما للمنصات واما لدول اخرى الزبط كده ويروح الابداع المصري وهو ده اللي فاضل ان انت واصلا محتاجينك انت كمان يعني هما طعن يداروا يجيبوا ناس من هوليود ويعملوا كل عاجة بس يبقى في الاخر التست بتاع كونتور مصري موجود عندنا عشان يكتسبوه يا رب يكتسبوه مسلا يبقى من سنين طويل اهو يعني يعني المدولة مش بالفلوس بس الفلوس هو الصناع الابداع انت عندك صناع الابداع وفرلهم الفلوس وفرلهم الامكانيات اعملهم تسهيلات يا استاذ خالد احنا عشان نصور في قطر واقف السكة الحديد سابت في مخزانه بندفع مسلا جي 150-200-2000 جنيه قطر واقف السكة الحديد ما بعملش عاجة خالص مرمي في المغزر تدفعلك الجميع بس ساعة عشان تصور مسلا في في المطار برضو رقم خزعبالي يعدي المتين عشان تصور في الهارم طيب ما انا اقولك هلا حاجة الناس بتعمل الهارم في المغرب وصوروا وكانوا في مصر ياخدوا شطات توتل اي واحد خواجة بيصور هنا في مصر بياخدوا عليه في اليوم 500 دولار كويس كل يوم والنبي واحدة واحدة ما انا بقولك اهو بياخدوا على مين بالراس يعني على كل خواجه 500 دولار يعني بالعمل وساعته ولا بالشخص لا بالشخص ويه دخل الشخص في الموضوع ده ده غير البقيين غير العمل والمكان وكل حاجة ثم يتضع مثلا الاسكندر الاكبر سيم طلعينه لاي سبب مثلا ان شاء الله شاز يومه منانير طبعنا مهلنا اسكندر الاكبر ده قريبنا فهي ما يتعملش يومه ااخد الفيلم كله على بقى واخد كم شط ثلاثة هنا يعني تصورات الصور واسعة وروح في المغرب يبنوا مثلا الهرب زمالي بيقولولي في افلام كاملة تصورت في المغرب عن مصر وعملت فلوس كتير جدا جاء عن مصر كأنها جوه مصر طبعنا احنا ليه ما نباش منفتحين كده والناس دي تيجي تصور عن دين وهو طالما بخصناش احنا مش رقابتنا بقى هو حر يطلع اسكندر اكبر ده زي ما طلعنا مالي صحيح لا احنا بتكلم على الحاجة في الدين ولا رجل في الدين المسيح ولا الاسلام او بتكلم على قائد من القوات زي ما يبقى احنا بقى لا كل حاجة بيبقى فيها كده يا سيس خالد بطريقة يعني انا لو رأي في قائد من القادة اللي في اخر عشرين تلاتين سنة وعايزة اعمل فيلم بيقول انه ما كانش ما كانش على هوا يا ده رأيه اه ولاي وجهات نظر بترحف الفيلم ممكن يرفض اه لحد ما نوصل الاسكندر الاكبر اه اه لا احنا قدامنا مشوار طويل اه جدا جدا لانت ممكن مسلا تيجي تعمل حاجة عن وعد سيب تعمل حاجة مثلا ملك فاروق فتطلع عن راجل اللي طالي اللي كان معاه ده كل التاريخ عارف انه كان يعني مش تمام بولي بتاعه ده فقولك لا مسلا ده انا على خطنا ده تيب تطلع كويس ما تبقى كويسة اللي هوش انا مال انا متكلم عن حاجة مذكورة في التاريخ ان الملك فاروق كان بيعمل كذا وما كانش بيعمل كذا موجود في الكتب مش كده برضو لا تبقى مال بقى الاقتراب من الفكرة انك تصور مسلسل ديني وفي بعض الصحابة وبعض الكلام ده بقى اصبح دلوقتي كده محرمات اولا ما نعملوش انا هم عملوه عملو سيدنا عمر في السعودية بان بسي عمل سيدنا عمر انما عنا ما نقدرش نعمل احنا اللي في مصر ما نقدرش نعمل اللي اظهر مش هيواقف هم هما هو يعني انا طب سي انا مواقف يا سيد انه ما تعملش سيدنا عمر انا كراجل مسلم اه ما حبش نعملو سيدنا المسيح ولا سيدنا عمر ولا الحاجات دي ما حبش انما مش كل ما نقرب لحاجة ممنوع مش كل ما نقرب لحاجة لا اصدو الخواجات في عصار ومصر على انها ما المغرب دي ايه ده بدخل مئات الملايين من الدولارات على انهم ما في مصر طب مش انا الاولى انت بتكلمني كده ان انا عندي صناعة دورة رأس المال اللي فيها اربع خمس شهور والعائد بتاعها بالعملة الصعبة وسيبك من كل ده يا رسالة ابداعية نحن متفردين فيها وبتقول انها في خطر اه وفلوس وفلوس على فكرة نتكلم من ناحيتين انت عندك شيء تعرف بس انت تعمله غيرك بعمله بس من ازايك وفلوس تدخلك فلوس المفروض يبقى ناخد تسالات من الدولة تبقى ما تفعوش ضرابة يبقى ايه قدعة السينماية وانا بنعرض ان اما اقول مسلا نخش الاصور نصور فيه لما كنا عايزين مسلا الحي اي حي بنصور فيه بندفع في اليوم اربعين خمسين الف جنيه الحي الحي بنزولك خدامات ايه مش فاهم انا ليه يعني مش فاهم لبدل ما يسهل لك بيصعب لك وطعن الصحفيين ولك وفلان عبد اربعين مليون وفلان فيقول لك ما ناخد احنا وكذا يعني فانا بشوف ان احنا محتاجين يعني نظرة جديدة للاصة دي لان انت اذا كنت عايز تحافظ على ريادة مصر في المنطقة العربية وانا السينما بتاعتنا على فكرة بالمناسبة مع الديها 110 سنة والتلفزيور المصر اللي انا حضره سنة 1260 باله 61-62 سنة اخر مرة عادت مع عزيرة السقافة امتى مش دي لا بليه من سنتين ثلاثة طرحته الكلام ده لا ليه هي برضو هتبقى يعني زيكون يعني عادتوا لك حاضره بإذن الله وبتاع وهتكلم مثلا مدير الرقابة لو قدر لك إنك المصارف الأبرة بيلي طبع وزارة الثقافة في دار الأبرة بيقضيك فلوس خزع بالية برضو إحنا في البرنامج ده بنقول اللي إحنا عايزين ما أنا بقول اللي أنا عايزة أهو لو قدر لك إنك تقابل الرئيس السيسي نفسه آه أتمنى هتقوله إيه هقوله اللي أنا بقوله ده والله إن إعنا ما زالت مصر يتملك مبدعين كبار في كل المجالات مش أنا بس ناس في كل المجالات في الفنون إحنا عندنا أكاديمية فنون بقى لع عمر صغيل أقب أكبر من دول وطول ما الأكاديمية دي موجودة بتطلع موسيقيين وبطلع مخرجيين وبطلع مرسلين هيفضل الإبداعه موجود في مصر الإبداعه معتاك فلوس معتاك فلوس ومعتاك مبدعين إيه أنا عندنا المبدعين إلا أن الدول اللي حولينا تعملها قدامه نشاط وقت يعني بقى عايزين دايما عندنا ذا السهلات عايزين الشركة المتحدة دي تتعامنا أكتر بدل ما تبقى بتحسبنا جدا سيبنا شوية عشان نعمل حاجة متميزة أكتر هو جهاز دا البودجت اللي عنده برضو عشان من يعني مش بحجمهم بس الطبيعي أنه يبقى عنده أوسع من كده يعني ضرورين يبقى مدركين كبلد أنه أنت بتعملوا صناعة تاني قوية ممتدة التأثير طيرنوا روح ونيجي يفضل لغاية دلقتي تسمع يا جمال يا حبيب الوطني تسمع فيلم البلو خمسين كل عاجة دي مفيش ولا صناعة في العالم وزي صناعتنا مش أنا مش يعني مش بحبها عشان شغلانتنا قول لي أنت صناعة بتوعات تصديرها طول العمر وما بدي أنا يموته وتعايت مع الفيلم أو تدك مع الفيلم وهو خلاص كل الناس زي مات 800 سنة فيه صناعة جدا طبيعي عندنا إحنا بس أهو ما عنده كل الناس بس أنا مؤسرين ادعمنا عشان ده هيعود على الدولة بفوائد وكمان الدولة تقدر من خلالنا تدي الرسالة ليه عزاها زي تاني لما أيام زمن جمال عبد الناصر كانوا بيعملوا مثلا قولنا حنبني ودينا ابناء الساد العلي في غنوة مصورة تعمل تأثير رهيب صحيح قدي ميت خطبة خلاص فليه ما نعملش كده ليه أنت عندك المبدعين بتوعك خلاص يعني ساهل له لو ترفض لك فيلم من الرقابة آآآ وخلاص يعني اللاجنة عليا مش لاجنة عليا الحاجات دي كلها معرفش موقف ده أنت قابلت ولا لأ بتعمل ايه بعد كده ولا يعني يعني زي الفيلم ده تصور وتلغ يعني فيلم اللي هو خلد بتاع مكة ده بتاع مصر مكة معرفة أنا لازم أحصل لش كده إنما كمان في الآخر إيه اللي فيدك تعمله هتردت الشيكل مين يعني الشيكل مين زي اللي فوق كان زمان الرقابة أحسن من دلوقتي كان زمان الرقابة أحسن من دلوقتي آآآ أنا أردت لك أحسن وقت كان موجود أيام معه كان الدنيا أيسر وأسهل وأنا موافق كمان أنا أعوك كمان أحدى الصناع إن بعد الثورتين دول الدنيا كانت سايبة شوية فالمفروض تتمسك شويتين عشان الناس كانت بقى بس خلاص بقى ده تفي جو استقرار لطيف وأمن محترم وكل عاجة تساد أن يدوننا فرصة وكلنا عارفين المحاذير تمام لو في قضية آآآ في آخر عشر سنين بتشغل بالك كمبدع آآ ولسه لحد دلوقتي ما أتهاش في عمل فني إيه هي القضية دي؟ مستبيه ما فيش قضية بشكل بشكل محدد بس أنا طول الوقت عيني وسط راسي بشوف إيه اللي حواليها مثلا أنا عملت إيه تحت سيطرة لأن يريد كتابك شافت أن فيه 40% من الشباب الوطن العربي مدمنية يبقى ده عضية مهمة أو ده عضية مهمة أو فاتحنا عمل حربي نغير قانون فاتح الحربي دي هنتكلم عليه ده مثلا أو قضية رائعة عام غيرنا قانون التحرش من جنحة الجناية فنطول الوقت أنا بقى لو تسألنا أنا كان نفسي كان نفسي بس هم عملوه اللي هي الأفلام زي الأفلام الحربية دي هم عملوا مسلسلات كده رائعة الحقيقة ونفسي أعمل مسلسل ديني أو فيلم ديني أتمنى بالتقنيات بتاعاتي دلوقتي زي اللي كانت بتتعمل زمان زي وإسلامية بس بتقنيات دلوقتي ده يعمل رد فعل عظيم عالمي أنا عايز أقول لك أن الكلام الحقيقة بتقوله ده في غاية الأهمية وأنا أتمنى أن وزيرة الثقافة تكون بتسمعنا دلوقتي وأتمنى أن أنا ألاقي رد من وزيرة الثقافة وأتمنى أنه يكون فيه اجتماع مع وزيرة الثقافة في أقرب وقت الدكتورة نيفيني الكلاني لأنه عندما يكون الإبداع المصري في خطر أو هناك ضيق من المبدعين المصريين لا أنا آسف أنا آسف أنتوا جايين في الحتة اللي بنتفرد فيها كلهم يقدروا يشتروا كل حاجة إلا الإبداع إلا الفكر فأعتقد أنه يعني الرسالة لابد أن تصل وتصل سريعاً ويكون لها مرضود وننتظر رد من السيدة وزيرة الثقافة قبل ما نطلع فاصل عايز أوريلك حاجة كده عملناها لك أوي ونتفرج عليها مع بعض وبعدين نطلع فاصل نشب حاجة ونرجع نكمل الكلام نتفرج بنعود لحضراتكم مرة أخرى بجدد الترحيب بدي في المنتج الكبير الأستاذ جمال العدل أستاذ جمال واضح أن في عوامل كثيرة تدخل كبير في السن بقى جانوم أنا زودوني 7 سنين من عمري بس ماشر بالمناسبة صحاب جمال على طب مسمينه الكبير بس عشان تبقوا لا بس أنا جمال عمليني موليد 50 أو موليد 56 خمزين زودين 6 سنين بس ماشي تفضل بيه الصناعة بتتأثر بالموقف الاقتصادي طبعا أزمة الدولار الحالية أثرت إزاي على صناعة الدراما والسنين اعنا من الناس اللي تأثرت سلبا وإجابا مش سلبا بس ولا إجابا بس ليه لأن جزء من شغلانتنا بتتكلف بالمصري وبتتبع بالدولار جزء من شغلانتنا أنا بعمل مسلسل النهاردة مثلا سيه ليسرة فأنا بعمله وبعرضه لتلفزيون المصري أو المتحدة بالمصري وبينبيع وسوى للدول العربية بالدولار وبناء على التكلفة اللي زادت قوي عشان الدولار يا غيلي بتتعوض عندي بالدولار اللي أنا بيعتي به أمدأ بتبع باخد لو ما فيش بيع خارجي طيب تكلفة الانتاج المحلي لو هو انتاج محلي بالجني المصري والعقد يبقى بالدولار ولا لازم فيه مكون دولاري في الانتاج بتاعك لا لا ما فيش بس هو لو دولار لو مصري وحبيع مصري حقسر ليه؟ لأن اللي بنقل بقى زود والبنزين زاد وكذا سعره زاد فانت تبقى عمل هسابك ان المسلسل سيه يتكلف سيه مئة مليون يوم يتكلف أكتر وانت بتعمله إنما ما تكون هو زاد ليه عشان مسلا سيه الدولار فما بتجي تبقى انت كمان بمليون دولار أو اتنين مليون دولار يوم يعوض لك فروق الأسعار دي طيب بعض الناس بتنظر إلى أجور النجوم الكبار لكن انت كمنتج بالنسبة لك لما بتدفع بتلاقي طبعا بتقول الناس دي ايه؟ أنا ناس فيهم اللي هما بياخدوا فلوس كتير اللي بتنتقذ لا خالص ده عرضه طلب مفيش نجم بياخد فلوس اللي إذا كان يستحقها يعني المنتج ما هيحطش فلوسه للنجم يستحقها أكيد أكيد مقم كان بياخد كتير أولي العادل إمام يا ربنا دوله الصحة لغاية اللحظة دي وأجل أجر موجود طوله عمر اللي بمضى عادل إمام بيكسب من وراه فما ياخدش اللي هو عايشه مفيش يعني فيش ما يمنع وما تقدرش يقوله أخد أولي اللي ياخد أولي اللي الناس برا تقوله تعالى بفلوس كتر من ديه عارف وبس محتاج تأكيد تاني دايما كل حلقة وكل اللقاء بتتكلم عن يسرى طبعا بحس إنه حتى بص إحنا عملنا التقرير مكانش فيه يسرى في الأعبة يسرى أصلي يسرى أهم الجزء في تاريخ الشركة دي ده جايب تاريخي اه فأنا عمل يسرى جعل شيء مسلسل وفيلم في زي ما بوش موجودين يسرى تمثلك يعني تمثل عمود فخري في الشركة طبعا العمر والخوة والعلاقة يعني يسرى أنا باعتبارها ايه يعني العلاقة اللي بينا تخطط حدود البزنس والشغل والأفلام والمسلسلات يعني يسرى تقوله أنا شالك لما نجبر وهو زادل الوقت إقوات عشرة طويلة إن شاء الله مع يسرى أصلا عملنا بعض فيلم بسنة مثلا 93 تلاتين سنة في عمر كده مش الله يعني طبعا بنوجه لها كل التحية بس كل التحية للسندانة القديرة يسرى جداً عندي كذا صورة عايزة أوريها لك ومن الصور دي هنسأل أسئلة واللي بتكلم دلوقتي بقى نظر المدرسة يعني اللي هو نازم ايه يعني يحكم وفقاً لرؤيته نشوف بعض الصور ونسأل ونشوف رأي الأستاذ جمال العدلة هيقول فيها ايه نبتدي عندنا ثلاث نجوم أحمد السقة وأحمد عز وعمر يوسف مين فيهم يعتبروا جمال العدل من غير دبلوماسية في الردل البطل الأول دلوقتي أه أحمد عز بلتلكم جمال العدل في الصراحة ما فيه الزي دلوقتي الغاية تلات أربع سنين فاتوا وكان أحمد السقة وبعدين عمر يوسف اه وبعدين عمر يوسف عمر طبعا نجم الجير بس سيسا غلات دوات ما صورش للتنين دو تمام نشوف اللي بعدي عندنا تلات مخرجين مخرجين محمد جمال العدل ومحمد سامي وعمر سلام أختار منهم مين أحسن يعني؟ هنا بقى النظر اللي بيشتر لا لا أنا عايز مين أحسن؟ هم 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 يا مدرش مثلا دول يوسف شهين أحسن ولا حسن الإمام هم هم التلاتة نكحين تجاريا وفنيا نكحين هم من دولو تست وطعم غير محمد سامي جايز يكون محمد سامي أكثرهم نجاحا هم بس مش درويه بقى أشطرهم هم له طعم غير طعم أماندو غير طعم أماندو غير طعم أماندو يعني ومش جابة تبلوماسية والله يعني لو هنرتب نرتب إزاي؟ مقدرش قولي على قد تبلي دلوقتي قلت مقدر تجاري لا لو تجاري بقى محمد سامي الأول تمام خليس اجتماعيا بجد أه لا يبقى ماندو الأول أرتستك بقى عمري سلام الأول طب أنا لو هشيل منضوع لا سيبوا هسيبوا بس سيبوا هم كلهم ولادي على فكرة محمد سامي ابني أماندو أنا عائل لو معي قرشين وعايز أنتج لواحد من الاتنين المصدرين هتنتج إيه؟ هنتج مسلسل إيه نوعهم أنا أقولك لو نوع جدا ترويه لمحمد سامي اه طبعا مده اللي بقولك بقى وذكروا رقى الدكتور هنين ودكتور قلب وكلهم ده كاترة بس وهم ازاي بعض ده أنت اللي الدكتور في الإجابة دي لا بي ربنا خليك قول لي هتين تجي وانا أقولك لا رقى لمحمد سامي إيش معنا ما قلت ليش إيه؟ هتمثل إيه مع أحمد عزي وانت أحمد عزي على طول لا لا تقول لي دلوقتي كانجم سوبر سار دول بقى ليهم النجوم طب لو عندنا جايزة في الإخراج عايزين نديها باسم مصر دلوقتي واحد من التلاتين ديها المين؟ أنا شخصيا هتقال ليه من طبعا مسا أنا بقى إنتقل لي أحمد عزي بقى ده بيع وسهرة هتقول لي فقا هي فيلمي لأحمد حزي اتبع بكام؟ مع افلت دا ملوش هلاقة بقى عن مسل إيه؟ كان يقدر عمر سلامه لو جبتلي موضوعتي ده يعملو خالد ولا يعملو فلانه هنقولك عزي اللي يعملوj يعني لو كنت جبتلك جعفر العام ده كان مين؟ كان محمد سامي اللي يعملو يعملو ولا التانية كانوا عملو طعمة تانية؟ لا يعملو سامي اللي يعملو محمد سيد ماندو معرفش يعمله كده ولا عمر يعمله كده إنها مثلا فاتن عمل حربي برضو ده معرفش يعمله وده بقية وكذا كلها فيهم لوتستو طعمو تمام نشوف الصورة اللي بعدها مونة زكي نيلي كريم هند صبري النجومية الأولى المين في السينما مونة زكي في الدراما نيلي كريم في السينما مونة زكي في الدراما نيلي كريم طب يعني وهند صبري مهماش هما التالتة بقى مش بوعات خالص هنبعه يعني شعره ما بين مثلا دي برضو السينما ودي برضو دراما ودي برضو السينما ودي برضو دراما بس يعني حاجة بسيطة جدا يعني مش عايزة الجاوب جاوبة دي مونة سلسلات كلهم زيبعها نم يعني دي في السينما طبعا منعلى نيلي شوية في الدراما عشان بتقيم مونة سلسلات جاهز أكتر بس بوري عملت مونة سلسلات برضو جمع بس جدا بس مش قد اللي عملتها نيلي نيلي عملتك 8-10 نسيسلات بمناسبة نيلي هو في حدوتة ولا ما فيش حاجة بين العادل بيني وبينها لا خالص خالص الصحافيين عملوا بتاعه الجو جدا عام الفيلم انما هي يعني نيلي علاقتي بها برضو انا باعتبرهم يعني اعنا عائلة يا جماعة انا عايزين نبايل للجمهور اللي صارق هنا في البيوت ان ما فيش انا حرات ولا فيه مسلا منازج دي بنتي برضو هتمتج لنيلي؟ اه طبعا امتى؟ لو حصل لو لديت عندي حاجة يعني انا عايز اعمل 15 شرات والسنة دي هي كنت هتعمل 30 في عامة 15 لو عارب كنت انت كتله بس انا كان بدمجي مش هعمل 30 تاني هنرجع للنقطة دي نشوف الصورة اللي بعدها محمد رمضان كريم عبد العزيز أحمد حلمي مين النجم الأول؟ كريم هتنفكرتش بلا نقاش والتاني؟ حلمي وبعدين محمد رمضان ليه بقى مفرقتش ولو لسا اكملها ولو دراما تليفزيونية بأحمد رمضان نمبر واحد حمد رمضان في الدراما التليفزيونية أكتر من كريم وأحمد لكن سينما يبقى كريم من رمضان وراء أحمد حلمي وراء محمد رمضان لكن لو قلنا جماهريا مين أكترهم؟ لا جماهريا اللي جاب أعلى أراد في الدنيا كريم وراء أحمد حلمي أراد أه ما أخد بالك أن بس إحنا في الحالة دي؟ متلق التليفزيون مختلف عن متلق السينما أه دي راجل براء يدفع تذكرة ويتفرج تاني بدي يبقى طوله على البيت طب لو إحنا سنة 24 وهتختار واحد بالتلاتة هتنتج له أنتج له إيه؟ سينما إيه بقى كريم تليفزيون؟ محمد رمضان طبعا حلم هي بقى كسر دي كلهم بس ترتيبا كريم له في السينما تمام نشوف الصورة دي بعدها طارق لطفي خالد النبوي أمير قرار مين هو النجم الأول؟ فيه إيه برضو سينما أو الفيديو؟ طيب أنا همشي بالتأسيمة بتاعتك أعمل إيه طيب؟ تمام السينما السينما أمير خالد النبوي تأكد؟ ها طيب ومين يا ليه؟ أمير قرار لأ أنت قلت أمير قرار من نمرة واحد في السينما ها مين تاني نمرة تين؟ قد يجوز يكون خالد ممثل أشهر من الاتنين بس ده ملوش علاقة برضو لأن سنة جميل كتأشهر واحدة ومش نجمة بتتباقوا الشرابيه ممكن ده بصفاق الطخي أحسن ممثلة في مصر بس مش هتبع مثلا نقول صفاق الطخي فيه فهدي حاجة وده هو ممثل قد يجوز يكون وده برضو طريق اللطفي جامد جدا الدنيا عامل إيه مع خالد النبوي؟ زي الفل؟ مم قلنا إيسا بنتكلم من كميوه فيش حاجة لا لا خلاص بقى ما هو أنا كنا اختلفنا في مسلسل بعض الغروب ثموا جالوا كورونا وأنا جالي كورونا أيام من زمان وتكلمنا بعد وخلاص ما فيش موضوع يعني خلاص موضوع انته تمام نشوف الصورة اللي بعدها جمال عبد الناصر السادات مبارك ثلاثة عندي زي بعض لا ده تقوله في برنامج تاني غير بتاعي أنا متسمى على اسمي جمال عبد الناصر ماشي كاملة أبو ذكري كاملة أبو ذكري مين هو المفرج كاملة أبو ذكري خلاصت كاملة أبو ذكري مفكرت الثاني يعني جزء من تكيم بتاع العمل لا 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 هي من غير معايا أو مش معايا أنا من رأي أنا أشتر منها طب ايه سبب تميز كاملة أبو ذكري حريصة جدا وضقيقة جدا مترددة تردد صحي مش مترددة يعني في البواخة نمكية جدا فبتطل حاجة كويسة خالد طبعا مخرج شاطر جدا وبيه ترميم مخرج شاطر جدا إنما أنا بشوف إن أمها هي كاملة الليها طعم أنا بحبه على فكرة ممكن يكون قاعد غيري بحب بيتر وبيحب خالفة الطعم إنما أنا لو عندي حاجة أنا أحب إن كاملة لدعم طيب نشوف السورة البعدة ندخل بقى على واجع القلب معجل أشرف بين شخص وبعدين لا لا يعني مين أحرف واحد طبعا عشب بن جرخي بجد أو فرجاني ساسي لا أديني واحد لا لا تهي يعني أحب لا عشب بن شارك لو في واحد منهم هترجعوا الزماني عشب بن شارك برضو اه إمام عشور لا ما زعلتش لما مش زعلت عشان كده مش عايزه اه يعني أمصة يعني لكن انت ما تلاشره مش لعيب كان لعيب كويس بس هو يعني أنا رأي طبعا هما دول أنضج منه ويعني بوقات قال منه وقد يجوز بعد كده يعديهم بس في اللحظة اللي بنتكلم فيها هم أفيد منه شايف إزاي مجلس الإدارة الحالي رائع شاركة كبيرة جدا وتركة رهيبة وحاجة أنا مستغرب جدا يعني يعني أنا أخد بالك أنه إحنا الإمج اللي أنتو لناس مصدرينه بتقول الإعلام إن زمالك منهار زمالك وقد يدوري سنة الأبل اللي فاتت ولي قبله يعني وقدينه سنتين وعراء بعضة بس إنت آه يعني بس ما شفناهوش كاس العالم للأندي معلش ما إحساسك الخاص كأننا إحنا بعادة وحنا واخدينه الدوري سنة الأبل اللي فاتت ولي قبله معلش أنا أقول ناس دخلنا في يوم ما أخدناش وده برضو مش حاجة هلوة يعني أنا موافق برضو إنه أنا أقعد مثلا خدناها سنة دخلناه وتلغى سنة 2002 بس حاجة باقي خنامان أخدوشه ده مش حاجة هلوة كم لو فيه لعيف الأهلي نفسك روحي الزمالك يكون مين يعني وقت من الأوقات كان ناس كتير ناما دلوقتي جازل سردباك محمد اسمه محمد هاني لا محمد عبناني محمد عبناني خلي بالك على محمد عبناني لأن جمال لو حطه في دماغه مش عالفين إيه اللي بمكن يعطي نشوف الصورة اللي بعد أحمد فتوح أحمد زيزو محمد عواد لو أنت بتقيم كل واحد وقد إيه قده لنادي الزمالك طبعا أحمد سيد زيزو لأن الرجل ده الوحيد بقى من المناسبة يعني يعني دول بتطلبوا فلوس كتير ليه طب لو أني خلي واحد منهم يحترف تسيب منهم منهم يحترف ما سيبش ولا واحد ولا واحد حتى لو إلا في ظروف أخرى مثلا الوقت اللي كان فيه فرجاني ساسي ما سيبه وحد ده ماشي إنما دلقتي أنت في رئيتك بتقوم على رجلات يعني بالمناسبة فتوح يعني الحمد لله تقريبا أعتبر خلاص ما هو واحد فتن وبيقول لي هو اللي خلص لمشكلة فتوح لقد النظر يعني كلنا وراء المجلس وإحنا عاملين لجل السمر وليجل كذا وليجل كذا وكذا المعنى إن إحنا الراجل سل أبيب شايل شيلة كبيرة جدا ومحب بنادي الزمالك ناس كتار جدا وكلنا نفسينا هنقضي بالنادي بلا بلا أغراض يعني فأنا بشوف إن زيزو اتعرض عليه فلوس بحق وحقيق مش كده لأنه لا عيب صباح يقوى 3-4 مليون دولار وسبب عشان جمهور ناس الزمالك فجدنا أحبه عن أي حد تاني كجمهور زعلان لما السوبر هيتلعب من غير الزمالك طبعا طبعا وأنا كمان والله لأنه أنا نغلب الزمالك ونأخذ سوبر بلا طعم أحنا ونأخذ برضو أول سوبر أنا اللي خبناها 4 سيئة بس القالي الأصر إن إحنا باش موجديه طيب ماشي نكمل دي نشوف اللي بعدها دول 3 مدربين باتشيكو وجروس وفريرا مين فيهم تقدر تقول إنه أفاد نادي الزمالك فريرا فريرا طب ومين فيهم تحب ترجعه يعني برا كيبر بقى خلاص لا دا ولا دا ولا دا طب مين اللي تفتكر أفضل يكون موجود دلوقتي من الأجانب شايفهم على الساحة من الأدامة ولا من حد جديد أي حد يكون دلوقتي لا في حد جديد كويس جاي بس مش دول لما الراجل دا كان عظيم مسيكي لا دي معلومة في حد جديد جاي آه بإذن الله بإذن الله بإذن الله القطع يتفك ده واحد من مجلس اللي ظهره وأنا مش بنعذر يعني فأكيد هم عيفكوه الناس بتبذل مساعية مرعبة عشان نفوكو القطع بإذن الله يتفكر وحنجدد للولاد دول وفتوح يعني يعني شاب زير وبرضو يعني زي ولادنا يعني فإحنا جايز دورنا إن إحنا بنحاول نقنع الإدارة بإنهم يسمحوه بموجود وطريبا وصلنا للحتة دي وعايزين نجيب مدرب كمان بإذن الله بدون مواطع الله طيب عندي بقى المسلسلات هوري لك ثلاث صور لمسلسلات نشوفهم وكلهم ولادي وكده برضو لا في واحد يوم مش إنتاج لا فاتن أمل حرب طبعا طبعا طب معلش هنرجع لفاتن أمل حرب سره الباطع ده قريته إزاي أنا متعاهد منك الصراحة ماشي أنا شخصيا اتفرجت على شوية منه أنا تكلف تكلفة مش هلا قد اللي أنا شوفته تكلف تكلفة كبيرة جدا أكتر بكتير من المردود اللي حصل تمام جعفر العمدة مسلسل تجاري جدا 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 نجح قوي فوق الوصف بس أنا مش شافه مسلسل كواس أصل لأنه لو كان الوهد لقى ابنه من الأول ما كانش يبقى فيه مسلسل تمام فاتن أمل حربي كنت تتوقع المردود الكبير اللي عمله آه أول ما قريت الورق أيوة من أول الفكرة يعني الفكرة كانت فكرة مندو جبنا براميس عشان يكتبها بص لأن إنت أمالها جواه أندأ قلت لي أندأ قدمتين إزاي نعلم من شبرة وحده مصريين أنا شايفين ده بيحصل طول الوقت فممكن ينجح أكتر ينجح أقال بس أنا عارف أنه هينجح وطبعا كانت يعني الأعلى نقطة فيه لما سادت الرئيس شخصيا عجبه وعمل للنصة غير قانون حاجة يعني فيش بعد كده يعني أقسم أنا أتمنى أنه هنأعمل انترتيم انت حلو وياريت يبقى مفيه نتخيل لما يفضل فيه الآخر يغير قانون تبقى جارة واخر تقول إيه لأستاذ زيحة الفخاراني اللي بيستعد للدخول المسلسل أنا لما سمعت القصة بصراحة عجبت بيها جدا ايه أنا بنعمله رواية أسماء عطبات البهجة بتاعت الأستاذ برامة عبد المجيد والفنانة العظيمة الجميلة جمعنا مراد اللي بوجه لها كل تحقيق طبعا والعودة حميدة للمغرج الكبير مجد أبو عميرة وده أنا بشوف أنه من أهم العاجات اللي أنا حصلة السنة دي أنه كمان جمال عبد الحميد بيخرج مسلسل تاني وده شيء جميل لأنه دي اللي عملت زيبي الجاب هلو الملو البنون عملوا أهم مسلسلات الدرامة المصرية ومازالوا مبدئين في حيب النبى مجدنية الفقراني رجل لمكي جدا وجميل وأمير ولو أرضية عظيمة في مصر والوطن العربي وبإذن الله نعمل مسلسل يليق بيه بينا وبمجدي وبإذن الله نعمل حاجة تبسط الناس بإذن الله تحية للفنان الكبير الأستاذ زيحي الفقراني فاضل صورة واحدة أنا يعني في نهاية لقائي لازم أخلي الأستاذ جمال العدل يعلق عليها نشوف كده آخر صورة ساميه أولادي نشوف أولادي شوفت أنا مهم إزاي الأول أنا عايز أبتدي رجعت صورة تاني أنا عايز أبتدي بدكتورة داليا ماشي دكتورة داليا العدل يعني هي واحدة من فضليات السيدات واحدة من الناس اللي أنا شخصيا ألجأ لها في كثير من الأمور الخاصة لأنها لديها حكمة يا أستاذة جامعية ولديها حكمة كبيرة في التعامل وأنت عارف كده أنا عارف ونص والعيلة الجميلة حبيب عيلة جمال العدل قول لهم إيه هم بيسمعون يعني أتمنى يكونوا مبسوطين مني ويكونوا فخورين بي أنا كمان فخور بيها جدا وبولادي وبناتي بناتي طبعا كبري شوعة كده ومتمنزلات السورة دي بقى لها يجي سبعة ثمان سنين عاوزينة أصرت لما جئت أن أنا أقول ل أن أنا بحب أكتر وقت فيهم كلهم ودلع وكد أن أنا أتمنى لهم كل الخير وأنا طول الوقت يا خليت لأن أنا كبير أعوى عنهم فبعد معهم أكتر وقت أقدر أقضي معهم بعض دي واتمنى لهم بزي على فكرة تبقى ماسك الشركة ومستقبالها إن شاء الله بإذنين ليه زينة إن شاء الله بإذنين فريدة حلمة شوية إن شاء الله بإذنين ومتشكر أنت جبته لا أنا المتشكر على أنك جيت ومتشكر على أنك ديت لنا من وقتك أستاذ جمال الإبداع المصري أمانة في أعنق كل المبدعين ومعاك وإن شاء الله وإن شاء الله في أي حاجة تخص لسه دي أنا معاك إن شاء الله فتحنا هذا الملف ولن نغلقه بكرة عندنا حلقة كاملة وبالمناسبة عشان أكون أمين جمعني لقاء مع الأستاذ جمال في مكتبي تحدثنا فيه في هذه القضايا دون أي ترتيب يعني هو أكلمني عن كل حاجة من اللي قلناها في مقدمة هذه الحلقة بشكل أو بآخر وهو اللي بدأ شرارة هذا الموضوع أنا بشكو حياتك شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة وأرجو أنك ما تحلمناش من هذا اللقاء دائما ربنا يخليك شكرا جزيلا ده كان لقائي مع المبدع المنتج الأستاذ جمال العادل ودي لقاءاتنا ودي حواراتنا ستتسم بالبساطة والصراحة مع كل الشخصيات المصرية اللي أسترت في المجتمع المصري هترك حضراتكم مع رسالة مهرجان الجونة واشكركم شكرا جزيلا واشوفكم بكرا إن شاء الله على خير